الأمم المتحدة تدق ناقوص الخطر بالنسبة لعدد اللاجئين السوريين مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس قال إن عدد اللاجئين السوريين قد يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي في نهاية 2013 والذي تخطى المليون لاجئ إذا لم يتم التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا وطيرة حركة اللاجئين حسب الأمم المتحدة تصاعدت منذ يناير العام الحالي ووصل العدد إلى أربعمائة ألف أي إلى نحو نصف العدد الإجمالي للاجئين الذين فروا من سوريا في شهر ديسمبر كان هناك ثلاثة ألاف لاجئ في المتوسط يفرون يوميا وفي يناير ارتفع العدد إلى خمسة ألاف وفي فبراير ارتفع إلى ثمانية ألاف أغلب اللاجئين فروا إلى دول الجوار فالمفوضية تشير إلى أن عددهم في لبنان وصل إلى نحو ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفا يلي لبنان الأردن حيث وصل عددهم فيه إلى ما يقارب ثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وتأتي التركيا في المرتبة الثالثة حيث يوجد على أرضها نحو مائة وأربعة وثمانين ألف لاجئ فيما يستقبل العراق نحو مائة وخمسة ألاف لاجئ أما في مصر فوصل عدد اللاجئين إلى أكثر من ثلاثين ألفا كما تشير المفوضية إلى وجود بعض اللاجئين في دول شمال إفريقيا وأوروبا وتضيف أن نحو نصف اللاجئين هم من الأطفال دون الحادية عشرة من العمر جوتاريس قال إن المفوضية لتعارض إقامة مناطق أمنة شرطا لا يضر ذلك بحق الشخص باللجوء إلى دول أخرى محذرا من خطر انفجار في الشرق الأوسط حسين الطوض العربية